ترجمة للرؤى الملكية السامية ترجمة نانسي قنقر المتخصص بمثابة رسالة للعالم تخرج من قلب مملكة البحرين لتشكيل مستقبل الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي لا شك أن احتضان مثل هذا المنتدى وهو اللي يعقد للأمانة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يدل دلالة كبيرة لما وصلت لمملكة البحرين من مرحلة متقدمة في هذا المجال وأيضا مرة ثانية يؤكد على دائما نجاح البحرين في احتضان مثل هذه المؤتمرات الدولية اللي في الواقع يعني تتيح المجال إلى تبارل الأفكار والرؤى قطاع الفضاء بحد ذاته تفرع وأمسه علم بحد ذاته هناك استثمارات في قطاع الفضاء هناك الاستخدام السلمي للفضاء فيما يخص العلوم والتطبيقات فيما يخص الأبحاث فيما يخص حتى العلاج والبحث عن مصادر أخرى للطاقة فالمؤتمر مهم جدا مؤتمر أجندته يعني هامة وجدول أعماله جدا مهم والحضور الدولي الكبير من العديد من دول العالم يعكس الحقيقة أهمية هذا المؤتمر والمكان الرائع لمملكة البحرين ويتناول المنتدى ثلاثة مواضيع رئيسية في مجال الفضاء وهي مجالات مراقبة الأرض واستكشاف الفضاء إلى جانب رؤى وسياسات الفضاء كما تطرغ المشاركون خلال النقاشات أهمية التغنيات الحديثة والمتقدمة في إنشاء وتطوير خدمات ذكية وسريعة ذات جودة عالية خدمة للمجتمع بقطاع الفضاء الفضاء حقيقة بيئة ملهمة دائما نحث النشع على اختيار خصوصات مميزة تنفعها في المستقبل كثير من الناس يحبون يروحون الفضاء لكن الفضاء ممكن أنها تكون مهندس ممكن تكون باحث ممكن تكون رائد فضاء أو طيار فما في حدود الوظائف المستقبلية في مجال الفضاء حياتنا تعتمد على الفضاء من الأقمار الصناعية من التصوير الجوي والمراقبة للأقمار الصناعية فكل هذه الأمور أتوقع أنها رافض وداعم للاقتصاد في أي دولة نتمنى إن شاء الله نشوف هذه الأنشطة في منطقتنا الخليجية والوطن العربي بشكل عام طبعا رسالتنا اليوم أن دول الخليج بما حباها الله من قيادة رشيدة وحباها من شباب طموح قادمة وبقوة للمشاركة وبفعالية في ميدان الفضاء ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدول بمشيئة الله اليوم شفنا وسمعنا من رائدين الفضاء الإماراتيين يشرفون بوجودهم عن تجرباتهم الناجحة وشلون ألهمت الشباب ليس في دولة الإمارات فقط ولا الخليج ولكن في العالم العربي بشكل أوسع فبإذن الله تعالى هناك الكثير الذي سيتم إنجازه بعيد شباب المنطقة في مجال الفضاء وتكمن أهمية هذا المنتدى في جعل مملكة البحرين مركزا إقليميا ودوليا لاستغطاب الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال علوم الفضاء وتغنياته والتي تأتي ترجمة للسياسات الوطنية للفضاء وصولا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الفضاء استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر للمرة الأولى يؤكد على المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي حظيت بها من قبل دول العالم أجمع في مجال علوم الفضاء لتكون بذلك مركزا إقليميا ودوليا في هذا المجال طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر